كنا عادينا عمالين بالناقش الممطلقات بتاعة أمبر هيرد واحتمالات البراءة المطلقة لتركيبة جوني دابكو تلسي بقول له سستر أنا قريت عنه سيبك من أداءه بقى هو تركيبة لا يمكن يكون شخص موز هو قرصان على الشاشة لكن طيب وابن حلال وحنين في الواقع ممكن بس النفس البشرية ممكن تبقى فيها تنقودات كتيرة يا ممكن في الحزاب تلقيه بقى عنيفة يعني يعني عايزة أقول بتحصل بتحصل بس شفت السبات الفعالية يا مضاش ببرئ ساحاته مية المية كده وإلى أنه تهم بالتحيز والتنمر على المرأة مايك برضو هي مظلومة بس هي كان عندها يعني أصلي فيها حاجات تتير كان عندها فيها سبات مزهل جدا سبات الفعالية مزهلة ودموع غريبة جدا وبعدين وهي بتدلي بشهادتها والمحامية بتاعة جوني داب تسأل والقاضي علق والقاضي هي تعالق نكتشف إنه دي بتجذب أنت إيه السبات دا إيه الفترة دا ودي حاجة هنا بقى كان يجي سؤالي اللي كنت عاوزة ترحه وحتى قلته برضو على أول محاطة تدخل لنا هو إحنا إمتى يبقى فيه عندنا زي جوني داب ويبقى عندنا زي أنتوني هابكنز ويبقى فيه عندنا زي جاك نيكلسون إيه لأخ إيه لأخ إيه لأخ إيه لأخ إيه إمتى يبقى عندي هذا العدد لا مصر طبعا عندها بتقدم أسماء كتيرة العالمية الموضوع تاني فاكر إنت عمر الشريف كان داماني ويقول إيه لو أحمس ذاكي يجيد الإنجليزية كان بقى نجمع عالمي مش إه دي مقولة مشهورة لعمر الشريف فإنت لأ مصر بتقدم إحنا ممكن نعد ميت مش فارق مع العالمية الأداء ممكن نعد دلوقتي يجي ميت اسم مذهلين في تاريخ السينما العالمي وحتلاقي بس أنا عايز أعد أعد ميت اسم مذهلين لما تقول بأ محمود مرسي محمود المليجي أحمد محمود عبد العزيز لا عادل أمام لا هتلاقي عندك عدد ضخم عشرين سعاد حسني لا 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 هتلاقي مصر عندها زخيرة قوية جدا بس العالمية موضوع تاني يعني إيه عالمية إن أنا أمثل مع شركات عالمية كبيرة ولا إن أنا أضع بصمة في السينما بشكل عام مش بس السينما المحلية بس سعاد تلاقي حد يقولك إيه أنا نجمة عالمية طب فين عالميتك بأمرت إيه يعني إيه نجمة عالمية يعني اسمك في الصين لما فيلمك بيروح الصين الصينين يشتروا الفيلم عشان اسمك عشان اسمك في اليابان في فرنسا ما فيش بعد عمر الشريف يعني اسم نقدر نقول عليه عالمية في رمي يوسف في رمي مالك وكي وعملين حاجات ظريفة بس العالمية بقى اللي هي طاغية دي النجم الوحيد العربي هو عمر الشريف يعني لسه ما فيش طغيان كده بس طبعا ممكن الزمن يخلي مالك أو يخلي رمي يوسف يعني يخليهم قادرين يعملوا حالة لكن لا يوجد لا يوجد لا توجد يعني حتى لأنه بس في أمل طبعا بالنسبة لمصر المكومات العالمية يعني عندنا فيه أحد النجوم الشباب هو دقوب جدا دايما بتلاقيه مسافر ومصور صورة مع نجم عالمي وبتاع وين يدعبوه وأنت نجم عالمي هو مش عالمي يعني مش عالمي من ناحية العلمية جميل وأنا مبسوط بقى مبسوط منه إنه هو بيخرج ويروح هوليود وبيقدر يتواصل وبياخد مساعات لكن لكن هل هو بقى اسم لا اسم تسويق يعني يسوق به لا هل هو في بلده لما بيشارك في فيلم الناس بتقطع تذكرة برده علشان خطره آه لا برده فإذا كانت تب بلدك اسم ما انتش جاذب للجمهور طب بره وطنك يعني فيه حاجات بنتبسط يعني أنا عايز يقولك أنا مبسوط من الاسم ده مش عايز يحرجه طبعا أنا بقول اسمه مبسوط منه يعني هو أداء يعجبك لأ بس دقبه أنا عجبني الدقب آه مش الأداء لكن أداءه ما يعجبك لأ عمري ما اقتنعت به كمو بس 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 هو دقوب وبيقدر يعمل معادلات تخليه موجود بره باستمرار يعني بيعمل كتير بتلاقي يخرج من فيلم يصمت قليلا ويعمل اللي بعده وبتعرض أفلامه بس بس مش دي العالمية إنما يحيى يعني يعني نتبسط نتبسط يحيى على النشاط آه على الدقب وبالذات لما بيكون انتباعك عنه أو تحليلك لفن أداءه إنه هو مش موهوب ما هواش الحالة الإبداعية اللي هي بتشوفها مع أحمد زاكي مثلا مع عمر الشريف لا لكن أهو دقب الدقب مطلوب برجو